السلام عليكم محاضرتنا اليوم لطلبة المرحلة الثانية مادة النقود والمصارف في قسم العلوم المالية والمصرفية كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة محاضرتنا اليوم عن خلق الاتمال المصرفي والمضاعف النقدي في المصارف التجارية تعتبر هذه العملية الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية وهذا ما يميز المصرف عن باقي المؤسسات المالية أنه عنده قدرة على توليد الاقتمان أو الودائع بصفتها جزء من عرض النقد كيف يتم هذا الموضوع؟ عن طريق عملية الأقراف في قوم بها المصرف احنا عندنا حالتين للأقراف بالنسبة للمصرف الحالة الأولى تتمثل قيام المصرف بدفع قيمة قروضة من النقود القانونية حاوزة فعلاً هذه الحالة الأقراف يتمثل بس بعملية تحويل النقود الموجودة عنده للمقترض يعني أنه حجم النقود الموجودة عند المصرف مساوية لمنجموع الودائع الأولية على افتراض أنه ما تم أقراف من المصرف رح يعود إلى على شكل وديعة يعني ماكو تسرب النقدي عنده هنااني شو وقت تكون هذه الحالة لمن ما يكون عندي يعني تسرب نقدي لمن يكون عني عندي مصرف واحد بس ما عندي غير مصرف منافس ممكن تسرب النقود من عندي المصرف المنافس فهذه الحالة حجم القروض رح يتمدلي على حجم الوداع ومن غير الممكن أنه المصرف يتجاوز على قيمة الوداع الموجودة عنده يعني بهذه الحالة الأولى ما يقدر المصرف أنه يخلق لإتمان ليش؟ لأنه هنا لازم يحتفظ باحتياطي نقدي مقداره 100% من حجم الوداع عنده وإحنا قلنا على فرض أنه أنا عندي مصرف واحد الحالة الثانية اللي عندي أنه يقوم المصرف بمنح المقترض حق لسحب مبالغ معينة في حدود القرض اللي رح يمنحل هي بحيث يمكن السحب على هذا القرض اللي رح يسجله بحسابه الجاري عن طريق استخدام الشيكات لتزديد قيمة التعاملات اللي يقوم بيها وإذا تتذكرون بالمحاضرة السابقة حيثي أنا بأنواع الوداع من عندها الحساب الجاري وقلنا أنه ممكن يسحب أكثر من المبلغ المتوفر عنده يسمو السحب على المكشوف هو النوع من التسهيلات المصرفية المبلغ اللي رح يسحب على المكشوف هو رح يمكثل لي القرض اللي ديحتي عنه بهذه الحالة واللي رح يأخذ عليه المصرف فائدة على الرغم من أنه المصارف هنا أنا مرح تستخدم بها النقود القانونية وإنما هي نقود الوداع اللي رح يولدها المصرف ورح يسجلها بسجلاته هنا أنا رح يستخدم الوداع اللي خلقها المصرف من خلال السحب عليها من الشيكات وهذا ش رح يمثل لي زيادة في نقود الوداع اللي خلق لها المصرف وبالتالي ش رح يصير عندي رح يصير عندي زيادة بعرض النقد السحب على الوداع الجارية ما عروف أنه ما رح يكون بمرة وحدة يعني ما رح يسحبوا لي كل وداعهم بفقط واحد رح يصير السحب جزء من هذه الوداع وبأوقات مختلفة نفس الوقت أكو إداعات نقدية ممكن تكون يومية وممكن مو يومية وممكن تكون مقاربة للسحبات النقدية اللي انسحبت وممكن تزيد هذه الإداعات عن السعوبات هذا الموضوع مع حركة الإداعات والسحبات اللي عندي رح يؤدي إلى أنه ماكو داعي من قبل المصرف أنه يحتفظ باحتياطيات نقدية مية بالمية مثل ما كان بالحالة الأولى لهذا احنا قلنا ما رح يقدر يخلط لي وداعه ما رح يحتاج أنه يحتفظ بوداعه باحتياطيات نقدية إلها بنسبة مية بالمية مقابلها وإنما يحتفظ باحتياطي نقدية جزئي ليتم تحديده من قبل البنق المركزي اللي سميناه الاحتياط النقد القانوني بالمحاضرة السابقة من حجم الوداع الأصلية ويتم إقراض الوداع المتبقي على افتراض ناخد مثال افتراضي أنه شون رح يكون عملية خلق الاعتمان على افتراض أنه المصرف رح يحتفظ باحتياطي نقدية قانوني بنسبة 20% من الوداع الأصلية وطبعا هاي النسبة رح يحدد لي أهل بنق المركزي ماكو تسرب نقدي يعني ماكو نقود مستربة من المصرف وهو عندي وديعة أصلية بمبلغ معين ووجود قدر كافي من الطلب على الاعتمان يعني أكو أشخاص يريدون من عندي اعتمان مصرفي يعني قدرة المصارف على خلق الاعتمان توثرها هاي القدرة الاعتمانية يعني كل ما زاد الطلب على الاعتمان كل ما زادت قدرة المصرف على خلق الاعتمان وخلق الاعتمان بهذاك تفترض إنه رح تتم من خلال أدة مصارف وليس مصرف واحد أو من خلال مصرف واحد عند مجموعة فروع يعني عندي أكثر من طرف بحيث إنه هذه المجموعة رح تمثلي المصرف الواحد على المعطيات السابقة الوديع المشتقاني مين أجيبها؟ أجيبها الوديع الأصلية أضرح منها قيمة الاحتياطي النقدي على نسبة الاحتياط القانوني من خلال هذا القانون أنا أقدر أطلع الوداع المشتقى إذن أنا عندي قيمة الوديع ألف أضرح منها ميتين اللي هي الوداع الاحتياطيات على نسبة الوديع قيمة الاحتياط القانوني اللي عندي وهنا عدنا الاحتياط النقدي اللي عندي مرة أجيب قيمة الوديع أضربها في نسبة الاحتياط القانوني 20% وإذا تلاحظون فإن قيمة الوديع الأصلية مذكورة كانت بالمثال ونسبة الاحتياط هي مذكورة يعني ثنات المعلومات بالسؤال من عنده ش راح أطلع؟ راح أطلع قيمة الاحتياط النقدي القانوني وليس النسبة أطرحها وأقسمها على نسبة الاحتياط القانون راح تطلع قيمة الوداع المشتقى الوديع الأصلية جقد كانت كانت ألف الوداع المشتقى راح يصير أربعة آلاف مضاعف الاعتمان الشور راح يصير ادنى واحد على نسبة الاحتياط القانوني اللي هو خمسة واحد على عشرين بالمئة راح يطلع عندي خمسة إذن جقد صار عدة توسع بالاعتمان توسع بالاعتمان من يجيني؟ يجيني من؟ قيمة الوديع الأصلية مضروب في مضاعف الاعتمان فألف أضربه في خمسة راح يطلع لي خمسة آلاف دينار ومين؟ التوسع بالاعتمان إما أطلعها بهذه الطريقة أو أقول التوسع بالاعتمان راح يساوين الوديع الأصلية زائدا الوديع المشتقى إحنا الوديع الأصلية مالتي هي ألف الوديع المشتقى طلعناها أربعة آلاف ألف الوديع الأصلية زائزاً أربعة آلاف في الوضاع المشتقة إذن خمس آلاف هو التوسع بالإتمان اللي عندي الأصل هي ألف دينار الوضيع الأصلية نتيجة العمل المصرفي اللي كان اللي هو خلق الوضاع المشتقة شقد آني من الألف شقد صار عندي وضاع المشتقة أربعة آلاف شقد توسعت بالإتمان خمس آلاف إذن هنا التوسع اللي صار عندي هو خمس آلاف دينار هاي كان على فرض أنه نسبة الاحتياط القانوني هي عشرين بالمئة زين إذا فرضنا أنه نسبة الاحتياط القانوني اللي عندي هو عشر بالمئة هل راح يؤدي ذلك إلى زيادة بتوليد الإتمان يعني زيادة بالوضاع المشتقة أم راح يقلل الوضاع المشتقة من كان عشرين بالمئة كانت الوضاع المشتقة عندي أربعة آلاف من صار عشر بالمئة آني عندي ألف دينار الوضيع الأصلية الاحتياط القانوني النقدي اللي هو مين راح يجيني راح يجيني من الوضيع الأصلية مضروبة في نسبة الاحتياط القانوني اللي هي شقد عشر بالمئة ألف في عشرة بالمية رح يطلع عندي ميت دينار هي الاحتياطي القانوني النقدي أقسمة على نسبة الاحتياطي القانوني هي العشرة بالمية رح يصير عندي تسعة تالاف بالحالة الأولى من فرضنا عشرين بالمية نسبة الاحتياطي القانوني كانت الوداع المشتقة عندي أربعة تالاف من قللت نسبة الاحتياطي القانوني شقد صار عندي وداع مشتقة تسعة تالاف ليش؟ لأن الاستقطاع اللي عندي قل فإذن أنا المبالغ الموجودة عندي راح تزيد بالتالي الوداع المشتقة راح تزيد مضاعف الاعتمان بالحالة الأولى تعني واحد على نسبة الاحتياط القانوني فكان 20% فاطلع عندي 5 مضاعف الاعتمان هنا نشقصار لأن نسبة الاحتياطي 10% إذن التوسع بالاعتمان بالحالة الأولى طلع عندي 5000 بهذه الحالة راح يصير عندي 10 000 شلون؟ توسع بالاعتمان الوداع الأصلية أفواً زائداً الوداع المشتقة الوداع الأصلية هي 11 دينار الوداع المشتقة عندي 9000 صار عندي 10 000 أو بطريقة أخرى توسع بالاعتمان هي الوداع الأصلية في نسبة الاحتياطي القانوني فرح يطلع عندي نفس المبلغ الـ 10 إذن كلما زاد الاحتياط القانوني كلما قلت نسبة التوسع بالاعتمان كلما قل الاحتياط القانوني كلما زادت نسبة التوسع بالاعتمان ننجد من هذا أنه لتوليد نقود الوداء لابد للمصرف أن يحتفظ باحتياط نقدي غير كامل وإنه بجزء من عنده لأنه يحتفظ بكل يتمرح يقدر يخلق الاعتمان بالمقارنة بين الحالتين السابقة يتبين أن المصرف التجاري ما يقدر يخلق وداع مشتقة في حالة الاحتياط النقدي الكامل لكن إذا كانت هناك مجموعة من المصارف أو مجموعة من الفروع لمصرف التجاري الواحد فإن هذه المصارف قامت بالسلام وديع جديدة تفضت بجزء منها كاحتياط نقدي على أساس نسبة الاحتياط القانوني وأقرضت الباقي على فرض أن المقترض رح يقوم بإداء قيمة القرض بالكامل بالمصرف الثاني فإنه سيقوم بتدوير الاحتياط أو بالاحتفاظ حقاً بجزء منها كاحتياطي وبالتالي رح تنتشر عملية الإداء والأفراد كل هذا العمل مع المصرف اللي عندنا رح يقيقه مجموعة من المحددات اللي رح تقيده يعني هو المصرف ما يقدر يخلق ائتمان براحته شو كد ما يحب لأنني عندي محددات على توليد الائتمان أكو قيود على توليد الائتمان ويكون تكون ضرورية لمصلحة اقتصاد البلد وبي مصلحة للمصرف التجاري نفسه بمعنى معرفة عوامل المحددة لمضاعف الائتمان ومضاعف الناقضي هذه القيود تتمثل بشنو؟ حجم النقود القانونية المتداولة كلما كان حجم العملة القانونية كبير أدى إلى زيادة قدرة المصارف التجارية على خلق الائتمان بما أنه أصدار العملة القانونية كلما قبل البنك المركزي بالدولة فهذا يعني أنه البنك المركزي رح يتحكم بشكل غير مباشر في سلطة المصرف وقدرتها على خلق الائتمان القيد الثاني هو مستوى الوعي المصرفي عند الأفراد يعني إذا كان أقو ضعف بالوعي المصرفي فإن الأفراد ما متعودين على استخدام أشكال مختلفة من النقود يعني هو متعود أنه يلزم النقود بإيده ويدفعها ما متعود على سكوك مثلا يتعامل بيها هذا ممكن يحد عندي من عملية خلق الائتمان المحدد الآخر هو نسبة الاحتياط النقدي القانوني ويعتبر من أهم العوامل محددة لخلق الائتمان حيث أنه البنك المركزي هو اللي يحدد لهذه النسبة بقابل الوداع بحيث أن كل مصرف التجاري يحتفظ بالنقدي السائل على أساس هذه النسبة باعتبار احتياطي نقدي قانوني بموجب قانون البنك المركزي وكلما زادت هذه النسبة قلت قابلية المصرف التجاري على الأقراض وهو يعني على خلق الائتمان والعكس صحيح في حالة انخفاضها كما وضحنا بالمثال السابق أيضا نسبة التسرب النقدي يعتبر من المحددات حيث أن ارتفاع نسبة هذا التسرب يؤدي إلى خفض قدرة المصرف التجاري على خلق الائتمان وانخفاضها يؤدي إلى زيادة هذه القدرة معنى التسرب النقدي أن الزبون بدل ما يخلي وديعته بهذا المصرف نقول مثلا مصرف ألف راح يخليها بمصرف با هذا يعتبر تسرب من قلة نسبة الوداع عندي راح تقل قدرة المصرف على منح الائتمان على اعتبار أنه يعتمد قوة منح الائتمان عندي المصرف على قيمة الوداع الموجودة عندك المحدد الآخر هو نسبة الاحتياطيات النقدية الفائلية الفائدة اللي تتمثل بالاحتياطيلات التي تزيد عن حجم الاحتياطي النقدي القانوني اللي هي راح تصير عندي من الأرباح غير الموزعة هذه راح تمثلي عامل تسرب نقدي قلل من قيمة المصرف التجاري على الأقراض احنا مو قلنا قد نسبة احتياطيات قانونية وخاصة هذا الجزء اللي راح تضطعه كاحتياطي خاص يعتبر تسرب نقدي يعني هو جزء من الأرباح واني ما حسبته ما دخلته بالعملية الفعلية مع المصرف يعني احنا خلينا لمواجهة وضع معين فهنانه هذا يعتبر من المحددات العوامل الأخرى اللي عندي اللي هي السياسة الأقراضية اللي يتبعها المصرف إذا كانت توسعية معناتها راح توسع منحل اقتمال إذا كانت انكماشية راح أقلل عملية منحل اقتمال كذلك السياسة النقدية للبنك المركزي المستوى العام للأسعار لما يرتفع تكون الحاجة لقدر أكبر من النقود حتى يقومون بالمعاملات التجارية ومنها النقود الوداء ويؤدي ذلك إلى زيادة قدرة المصارف التجارية على الأقراض إذن هذه المحددات أو العوامل اللي تقيد عملية خلق الاقتمال نجع على ربحية وسيولة المصرف والمصرف قائم على أساس المتاجرة طبيعة المصرف قائم على أساس المتاجرة بالنقود كأي شركة ثانية وتهدف للربح وتهدف لتحقيق أعلى الأرباح اللي هي الفرق راح يجيني بين إجمال الإيرادات والنفقات مع المصرف تتحقق هذه الإيرادات نتيجة نشاط المصرف المختلفة عند مجموعة نشاطات المصرف إذن إيرادات من رح تيجي المصرف من عمديات القراف اللي رح يحصل من عدها على فوائد لاستثمار بالأوراق المالية سواء الأسهم أو سندات ورح يحقق منها على أرباح وفوائد الأرباح من الأسهم والفوائد من السندات العمولات اللي رح يحصل عليها المصرف مقابل خدمات المصرفية اللي رح يقدمها للمتعاملين مياه ومن خلال عمليات البيع والشراء في العملات الأجنبية هذه كلية تتمثل إيراد زين بالمقابل أنا عندي نفقات بالمصرف نفقات المصرف هي نفقات إدارة المصرف تشغيله فوائد اللي يدفعها المصرف على وداء الأفراد والشركات اللي عندك خفاض القيم السوقية لبعض الأصول اللي عندك الأوراق المالية والأرصد النقطية ممكن هي أيضا تدخل وياه النفقات الكليه من اللي ذكرنا تحقيق أقصى الأرباح يمكن يحصل عليه من خلال تقليل نفقاته إلى أدنى حد ممكن يعني أنت من تقلل نفقاتك حزيد أرباحك هنا أنا إذا ريد نذكر مكونات السيولة النقدية بالنسبة للمصرف بيش تتمثلي؟ الأرصد النقدية الموجودة عند المصرف الأرصد النقدية الآئدة للمصرف المودعة لدى البنج المركز اللي هي الاحتياطة يعتبر ما يستحق من أرصد النقدية المصرف على المصارف الأخرى المصرف يطلق مبالغ من مصارف أخرى هذا نقد شيكات والحوالات الأوراق المالية العملات الأجنبية تحت التحصيل بعد يعني ما محصلتها كمصرف هذه سيولة بالنسبة للمصرف الأوراق التجارية المخصومة التي يمكن للمصرف إعادة خصمها عند البنج المركزي هذا نقد سيولة موجودات من الذهب والعملات الأجنبية سيولة إذونات الخزانة سندات الحكومة هذه كل يتهسيولة بالنسبة للمصرف وربحية المصرف تنعدم هنا عند المصرف ربحيته شوكت لما النقد اللي عنده الموارد اللي عنده ما تدخل باستثمار ما تستثمر بهذه الحالة تصير عنده عدم ربحية ماكو فائدة راح تجي من عنده وينبغي على المصرف أن ما يستثمر كل ما عنده من موارد نقلية ومالية لازم يكون عنده جزء يحتفظ به وما يستثمر كل أمواله بجانب واحد بإنما أكثر من جانب حتى يوزع الخطر الموجود عنده من الاستثمار يعني كل استثمار هو بمخاطر من أوزع المخاطر عندي هنا شو راح يصير يقللي نسبة الخطر اللي موجود لو كان عندي خسارة محتملة باستثمار معين فإن الأرباح بالاستثمار الثاني ممكن راح يعوضوا إياها يعني أنه أنا عندي علاقة أكسية بين الربحية والسيولة لأن أنا ربحيتي تعتمد على استثمار السيولة الموجودة أدنى هنا وحسب الوضع العام اللي موجود أدنى بالبلد اللي راح يأثر على استثمارات المصرف ويأثر طبعا راح يحدد لنسبة المخاطر الموجودة بما أنه احنا ذكرنا المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المصرف من الاستثمار طبعا ممكن يتعرض لمجموعة مخاطر من المخاطر والتحديات في ظل العمل المصرفي اللي ممكن يواجه المصرف لمخاطر الاقتمان اللي اش راح تمثلي هنا الخسارة محتملة من عدم قدرة الزبون ويدا تزديد الاقتزاماته هذه تعتبر مخاطر ممكن اتواجه المصرف مخاطر السوق خسائر الناتجة عن اسعار السوق اللي موجودة ممكن هنا اتعرض لمخاطر في تقلبات اسعار الفائدة تقلبات اسعار الصرف تقلبات اسعار بالاوراق المالية على الاعتبار انه اذا اخذنا الواقع اللي احنا موجودين بيئة العراق مثلا هي بيئة غير مستقرة المصرف هو عدم كفاءة النظمة التشغيلية اللي يعتمد عليها المصرف بهذه الحالة لازم يعيد من جديد الهيكلة بما يتناسب مع الواقع وظروف اللي موجودة ويجيب كفاءات احسن لتعويض المخاطر ان حدثت بسبب عدم الكفاءة اكو مخاطر اخرى منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي اللي تتمثلي بعدم دقة دراسة الجزوى الاقتصادية وهذا تبقى كلش ممكن تودد لي مخاطر جدا عالية لان انت اذا ما سوي الدراسة الجدوى صحيحة الاستثمار معين وانت مصرف راح تدخل بكارثة بالاستثمار مالتك ممكن تتأدي الى خسارة المصرف عمليات النصب والاحتيال من قبل الزبائن انت من تمنح قرض راح يقدم لك بالمقابل دراسة لدراسة الجدوى راح يقدم لك ضمانات ممكن تكون هاي الضمانات هي غير صحيحة ممكن تتدورها بهذه حالة راح يقدم مارت بدون الضمان وصاحب هذا الضمانات ما يسدد وبالتالي يصدر الخسارة على المصرف الفساد الفساد الإداري والمال بالمصرف يعتبر من أخطر ما يمكن أن يواجه المصرف لأن ممكن هنا يمرر أمليات يمرر قروض بضمانات وهمية بهذه الحالة يؤدي إلى خسارة المصرف النقد والشيكات المزورة يعني تدخل مبالغ مزورة المصرف بعد تحسب على المصرف لأن طلعت بالمقابل إلها نقوص صحيحة الشيكات المزورة اللي ممكن يصرفها المصرف وهي بالأصل مو صحيحة فطلعنا قد من المصرف رح يتحمل خسارة المصرف نفسه والحالة الأخرى اللي ممكن يتعرض لها هي السطن مسلح على المصرف وهنا المصرف رح يتعرض لخسارة تعويض طيمة الوداع التي انسرقت من عنده هذا من أنواع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف في ختام أنواع المخاطر نختم إياكم محاضراتنا لهذا اليوم ونتمنى أنه تكونون استفاداتوا من هذه المحاضرة وإن شاء الله يا رب التوفيق من جميع إن شاء الله شكرا